في ذات السياق وتزامناً مع مروري 30 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلاط الملكي الهاشمي وحكومة الفاتيكان قام رئيس الأساقف بول ريتشارد بزيارة رسمية إلى الأردن حيث ترأس سيادته قداساً إحسفالياً في كنيسة العذراء النصرية في عمان بمشاركة غبطة الكاردينال بير باتيس سابت سبالة رئيس مجلس أساقف الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وعضاء المجلس وعدداً من الكهنة والإكليروس والمؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية في المملكة كما قام سيادته يرافقه السفير البابا ولاد الأردن المطران جوفاني بيترو دالتوزو والمنسونيور ماركو فورميكا بزيارة ميدانية إلى مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وقد أثنى سيادته على عمل الهيئة لدورها في تقديم وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة وقد أعلن المسؤول الفاتيكاني خلال الزيارة بأن قداسة البابا فرنسيس قدم تقديمة مادية من أجل مساعدة أهل غزة عبر كاريتاس الأردن كما شملت جولة رئيس الأساقفة كل من مركز كاريتاس في مادبة وحديقة الرحمة والخارطة الفسيفسائية والتقى هناك عدداً من وجهاء محافظة مادبة اشتركوا في القناة